كيف مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع تربية الأطفال يمكن من الأشياء اللي كلياتنا كأهالي بنحاول إنه نقوم فيها بأحسن وجه ومعظمنا بسوي كل يشي في حياته من أجل أطفاله في ناس بتقدم على وظائف وبروحوا أماكن خاصة عشان الأطفال في ناس بعملوا هجرة عشان الأطفال في ناس بنتقلوا من شغل لشغل عشان أطفالهم في ناس ما بوكلوا بشربوا بيدخلوا مصاري عشان أطفالهم لكن تربية الأطفال في هذه الأيام أصبحت صعبة عم بنحاول الآن الأطفال في هذه الأيام بدك تقنعهم قناعة بدك تعملهم إكسبرمنت بدك تورجيهم شو اللي لازم يسووه مش بس بكلام بتفكير وبعمل خليكم شوفوا سلسلة هذه الفيديوهات سنعمل أكثر من فيديو عن هذا الموضوع شرطين أول شيء بدك توصل كل الخطوط كل النقاط هذه الفيديوهات نعم 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 out of the box so now but then i mean who on one two three four five six seven eight i did not say go out of the box yeah so everything in life is very complicated until you start thinking out of the box. you always have to think outside the box. you don't have to worry about it. you have to think outside the box. you have to think outside the box. thinking outside the box of the box. we had a small stick around most of these are the points. these are the points you are moving between them so you don't have to breathe and no returning to the box without going outside the box. واختفكير خارج الصندوق شي مهم انه ندرسه لأطفالنا لانه بعطيهم دافع للأمام دائما انهم يكونوا إبداعيين وما يفكروا فقط بالشغلات اللي بتحصرهم فيها الصورة الواقعية الموجودة أمامهم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جرس اشتركوا في القناة